خلال الدورة الرابعة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالربط دعا الأمين العام للحزب السيد محمد نبيل بن عبد الله إلى إجراء حوار وطني تشارك فيه كل الفعاليات والقوى الحية ينصب حول البدائل والمخارج التي يتعين الاتفاق حولها من أجل ضخ نفس ديمقراطي جديد في مفاصل الحياة الوطنية على الأصعيدة الديمقراطية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية هذه الدورة مكنتنا من الوقوف على عدد من السمات التي تطبع الوضع العام في بلادنا أساسا رغم المجهودات الحكومية الكثيرة المبدولة من أجل تقديم مصاري الإصلاح هناك جوعا من القلق من الحراء ومن التساؤل وعلى هذا الأساس أكد حزبنا مجددا على ضرورة نفس ديمقراطي جديد على ضرورة بعثي الروح في الحياة السياسية الوطنية من خلال تضافر جهود كل دوليات الحسنة وكل الوطنيين الغيرين على مصلحة بلادنا أشغال الدورة الرابعة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية تميزت بالتصويت على التقرير السياسي الذي تقدم به الأمين العام للحزب وكذل مصدق على النظام الداخلي لهذه الهيئة السياسية ترجمة نانسي قنقر